ترأس رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور اجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية العليا لفعالية اليوم العلمي الثالث بكلية الصيدلة والذي يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للصيادلة والذي ستنظمه الكلية في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بشراكة مع الهيئة العليا للأدوية ونقابة الصيادلة تزامنا مع الاحتفال العالمي بهذه الفعالية وأكد الدكتور لصور أن جامعة عدن تدعم هذه الأنشطة العلمية المتميزة والتي تثير وعي الطلاب والباحثين بأهمية التعليم ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع بما ينعكس في سقل مواهبهم وإشراكهم في مشاريع بحثية لتنمية المجتمع والارتقاء به ونقش الاجتماع على استعدادات اللازمة للفعالية والتحضير الجيد لها والتي سيشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وطلاب المجسير في كلية صيدلة بجامعة عدن وعدد من الطلاب والباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا وسيقدم خلالها عدد من الأوراق والملسقات العلمية وعلى هامشه كما سيقام معرض علمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة